اشتركوا في القناة فلذلك سموها كرطاجة أي المدينة أو القرية الحديثة قرية معناها مكان الاستقرار الآن بعد ذلك حضر موت ما أحد تسأل اليوم ماذا سماها اللبنانيون الذين جاءوا من صور مدينة في لبنان جنوب مدينة بيروت في لبنان وهي كانت عاصمة الأمبراطورية الكبيرة العظيمة الفرنقية العربية بحضر موت ما أحد يسأل نفسه لماذا سموها بحضر موت لأن الفنقين جاءوا من جنوب جزيرة العرب كما قلت من اليمن وسلطنة عمان استقروا في القطيف والإحساء في السعودية والبحرين ثم بعد ذلك هاجروا إلى الشام مثلهم مثل عرب الجزيرة الذين سبقوهم وبنوا مدينة صور اللبنانية لأنه يوجد صور في سلطنة عمان شرق سلطنة عمان قبل نفسه ستيمنا بسور العمانية العربية بنوا مدينة صور في لبنان على الساحل اللبناني حوالي 2300 قبل ميلاد يسوع المسيح أي منذ أكثر من 4000 سنة مدينة صور وأصبحت عاصمة الأمبراطورية العظيمة الفنقية كذلك تبسوس في الوسط الشرقي للمونستير للأسف مونستير كلمة لاتينية بالقرب من راس ديمة وكذلك راس هنا بينه راس بينه أي رأس الجزيرة أو شبه الجزيرة بالعربي الفنقي وهي مدينة المونستير التونسية عطيقة عطيقة وهي موقع مدينة أتيق المطلوب أن يسموها أو يطلقون عليها الاسم العربي عطيقة للأسف الشديد الحالية التونسية ثناي وتاب رورا وهما بجوار مدينة سفاكس التونسية الحالية وكذلك سوسا وكركوان في الساحل التونسي دمرها كذلك المتوحش الهمجي البربري الجيش الروماني لأنه كان من الهمج والبرابرة وكذلك فكان عدوهم الأساسي الحضرة والمدنية والرقي وكركوان في الساحل التونسي سماه اللبنانيون بكركوان لأنهم وجدوا فيها طائر كبير طويل العنق والرجلين لونه كلون الغبار بالعربي كوركي كوركوان بالفنكي في العربي كوركي كذلك بنزرت أو عيبو عيبو من عب العب معناها الداخل الجوف أكرب بناها اللبنانيون جاءوا من مدينة صيدة اللبنانية وصيدة كذلك في جنوب بيروت فبنوها في تونس الآن لنتكلم عن الساحل ليبيا سبارتا وأويا وأويا هي طرابلس الحالية ولبادا أي لبدا 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 العظمى وسيرت وغيرها كثير من المدن أما في ساحل الجزائري فبنو سكيكدا وسكيكدا هي راس كاد أي راس المنارة وطبعا النابة وتيباسا وأيول أي شرشال حالية وكرتا أي القرية وهي كوسانطينا الحالية وأكزيم أي جزيرة النوارس جمع نورس الطائر والقل القل وإجيل جلي جيجل وكذلك سالدي بجايا وراس كورو وتيبسا وراس كونيا أي برج البحري وكرتناي أي تاناس تاناس ورشكون وهي في شمال تلمسان أما في المغرب فقد بنوا مدينة سويرة وهي كلمة عربية في نقية من سويرة أي من السور من الأسوار لأنه بنوا أسوار سور جدران حول المدينة وأظن أن الأسوار ما زالوا موجودين إلى يومنا هذا وكذلك طنجة وسبتة ومليلة وسالة وأغادير أغادير هي كلمة عربية في نقية من غدير وهو اسم كذلك بنت ومعناه الغدير والنهر أو الجد والمياه أو مخزن أو خزان المياه أو مكان تجتمع المياه فيه بعد السيول والمطر وتشكل مستنقع أو بركة أطلق عليها هذا الاسم اللبنانيون الذين أسسوها وكذلك جاءوا من مدينة سور اللبنانية وكانت سور طبعاً كما قلت هي عاصمة الإمبراطورية الفينكية كما أسسوا مدينة غدير كاديز الإسبانية في إسبانيا كذلك أسفي العرائش شالة أصيلة كنايترا أنفا أنفا يوجد مدينة اسمها أنفا في لبنان على الساحل اللبناني بين بيروت وترابلوس وأنفا هي الدار البيضاء الحالية من أسس الدار البيضاء؟ العرب من أين جاءوا؟ جاءوا من لبنان وسوريا أصبح تلك المدن كل تلك المدن هي ملك العرب الآن كذلك أزيمة وهي مدينة أزمور وراس بسيس وهي المدينة الجديدة بناء على ما ذكرت من أسماء مدن عربية بناها اللبنانيون والسوريون في المغرب العربي والذين عرفوا بالفنقيين فنحن نطالب المسؤولين الرسميين في المغرب العربي جميع أنحاء المغرب العربي بالحفاظ على عروبة تلك المدن لأنها مدن عربية وكذلك حماية هذه المدن العربية من تزوير الذين يسمون أنفسهم في يومنا هذا بالأمازيغ والذين يقومون بتحريف تاريخ المغرب العربي والذين نتوقف هنا وسوف نعود بعد قليل